إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واشكروه على ما اختصكم به من هذا الدين الحنيف وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم إذ قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن هذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله هو دين الرحمة والخير والسعادة للبشرية فلم يترق العالم دين أكمل ولا أشمل ولا أسهل من هذا الدين الحنيف الذي أوصان الله أن نتمسك به إلى الممات فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمون حسنا هم اشتركوا في القناة 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 مع شرع العباد نهار رمضان بالإفطار في نهار رمضان والقضاء من أيام أخر يكون صيامه أسهل يكون صيامه أسهل ورخص له بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وأباح له الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وشرع أيضا الله سبحانه وتعالى للمريد أن يصلي الصلاة على حسب استطاعته قائما أو قائدا أو على جنب ورفع أيضا عن هذه الأمة المؤاخدة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه قال الله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن نسينا أو أخطأنا وقال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإنما أطعمه الله وسقاه كما شرع سبحانه للضرورات أحكاما تناسبها فيباح للمضطر ما هو محرا في غير حال الضرورة في غير حال الضرورة كأكل الميتة قال الله تعالى في كتابه الكريم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم وشرع الله سبحانه وتعالى للمسلم إذا عدم الماء أو خاف ضررا باستعماله أن يتيمم بالتراب قال الله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهيركم وليوتما نعمته عليكم لأنكم تشكورون لأنكم تشكورون إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة لسامحة الإسلام لسامحة إهاد الدين شكراً لسامحة الإسلام لأن الله تعالى سبحانه وتعالى لذلك تشكورون سبحانه وتعالى لذلك تشكورون لذلك تشكورون على تشكورون لأنفسكموا منحة لحظوم وخريم centًا للغاية سبحانه وتعالى تشكورون لذلك تشكورون لذلك تشكورون لذلك تشكورون لذلك تشكورون لذلك تشكورون ازامعه على سبيل المساعدة اشتركوا في القناة 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 Logicieuse car cela va A l'encontre de la facilité établie Par la religion Le prophète A interdit à la personne De se surcharger dans l'adoration Il dit malheur aux outranciers Malheur aux outranciers C'est à dire ceux qui exagèrent Dans la pratique religieuse Et qui poussent les choses à l'excès Qui poussent les choses à l'excès El Bukhari rapporte Trois personnes verre questionnées Les épouses du prophète صلى الله عليه وسلم au sujet de sa pratique religieuse ils sont venus voir les femmes du prophète pour le questionner sur la pratique religieuse du prophète صلى الله عليه وسلم après sans être informé c'est comme s'il l'avait déprécié ou mal estimé c'est comme s'il l'avait déprécié ou mal estimé prétextant ceci nous n'avons pas le même degré que le prophète صلى الله عليه وسلم nous n'avons pas le même degré que le prophète صلى الله عليه وسلم et lui tous ses péchés ont été pardonnés donc l'un des trois hommes a dit moi je prierai toute la nuit continuellement je prierai toutes les nuits continuellement et l'autre dit à son tour moi je jeûnerai continuellement et le dernier dit moi je ne me marierai jamais je ne marierai jamais ces paroles sont parvenues au prophète صلى الله عليه وسلم et il rétorqua comptent-ils ces personnes à dire cela et cela comptent-ils ces personnes à dire cela et cela sachez que je suis celui qui craint le plus et je suis le plus pieux d'entre vous malgré cela je jeûne des jours et je mange des jours je prie et je dors une partie de la nuit et je me marie avec les femmes et je me marie avec les femmes ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم dit celui qui s'écarte de ma voix n'est pas des miens celui qui s'écarte de ma voix n'est pas des miens celui qui n'est pas satisfait de ma voix n'est pas des miens voilà la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم un juste milieu entre le laxisme et l'exagération entre le laxisme et l'exagération sans outre mesure mais une perpétuelle mise en pratique du bien sans surcharge et sans gêne àقول قولi هذا وأستغفر الله لولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رضي لنا الإسلام دينا وجعله دين يسر وجعله دين يسر وسماحه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله معشر المسلمين والمسلمات من الناس من يريد أن يستغل سماحة الإسلام استغلالا سيئا فيبيح لنفسه فعل المنكرات فيبيح لنفسه فعل المحرمات وترك الواجبات ويقول الدين يسر ويقول الدين يسر نعم الدين يسر ولكن آدي كلمة كلمة حق أريد بها باطل أريد بها باطل فليس معنى يسرة الدين فليس معنى يسرة الدين التفلت من واجباته وارتكاب محرماته وإنما معنى ذلك الانتقال بالعبدمن العبادة الشاقة إلى العبادة السهلة كما قلنا آنفا كالانتقال بالمسافر من الصلاة التامة إلى الصلاة المقصورة وهكذا إسقاط الواجب عن من عجز عنه مع نية فعله إذا قدر عليه لا أن يترك الواجب رغبة عنه وكراهية له ومثل ذلك مثل هذا من يفعل المعاصي فإذا نهي عنها يقول الدين ليس بالمظاهر الدين ليس بالمظاهر الدين في القلب الدين في القلب ويحتج بقوله عليه الصلاة والسلام التقوها هنا وأشار إلى قلبه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوها هنا وأشار إلى قلبه وهذا احتجاج باطل أيضا هذا احتجاج باطل لأن من كان في قلبه تقوى فإنه يبغض المعاصي ويتجنبها وأما من ضعفت التقوى في قلبه فإنه لا يستنكروها ويفعل هذه المعاصي ويفعلها قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب خيرين فإنها من تقوى القلبه Et de délaisser les obligations religieuses En prétextant l'indulgence de la religion En disant La religion est facilitée C'est vrai Mais dans ce contexte C'est une parole vraie Utilisée à mauvais escient Utilisée à mauvais escient Le fait de dire que la religion est facile et aisée Ne veut en aucun cas dire Qu'il est permis de faire les interdits Et de délaisser les obligations religieuses Ceci veut plutôt dire التي ترجمة أن تقريرها المقратة لطرية افتらلة بإجمال سوائة سبب تم عبالي المدرجة هناك أيها الفيديو قيمة سوائة تقول أنت ترجمة أنها بأسرعة أنتت قليلاً وكنت تقوم بالتقليلاً ويتفعلها بشكل بذلك التقليلاً سبيل انا نتعلم أيضاً Dans les mêmes circonstances Les paroles de certains Lorsqu'on leur interdit une chose Ils disent Ce n'est pas l'apparence qui compte Ce n'est pas l'apparence qui compte La religion c'est dans le cœur La foi c'est dans le cœur En appuyant ces dires Par la parole du prophète En parlant de la piété Le prophète a dit La piété est ici La piété est ici A indiquer qu'elle se trouvait dans le cœur Mais ceci est un faux raisonnement Mes chers frères et sœurs C'est un faux raisonnement Car celui dont la piété est réelle Celui dont la piété est réelle Verra son cœur détester le péché Verra son cœur détester le péché Et verra son corps suivre les préceptes d'Allah Allah dit dans le Coran Celui qui respecte grandement Les ordres d'Allah En les pratiquant Cela est inspiré en effet De la piété des cœurs Cela est inspiré en effet De la piété des cœurs Rabbna La tuzik qu'lubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Rabbna La tuzik qu'lubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأرضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون